متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هتكلم عن حاجة من الحاجات اللي طلبت مني جات لي رسالة على الفيسبوك وحبيت ان انا اطلع اجاوب على هذا السؤال من خلال فيديو لان اعتقد ان هو ممكن يهم الناس كتير جدا اولا من محبي كنفا والناس اللي عايزة تعمل حاجة عملية ملموسة باستخدام كنفا ممكن انها تفيدها بشكل كبير جدا زي ما حنشوفه النهاردة مع بعض وهو كيفية عمل ليبل باستخدام كنفا وعشان تعمل ليبل على منتج معين انت بتعمله سواء المنتج ده مثلا كان باطل او اي حاجة نفترن ان ده باطل يعني مش مجوة لكن ازاي ان انت تقدر انك انت تعمل الموضوع ده باستخدام كنفا ده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه النهاردة واهم حاجة ان انت تكون عارف الابعاد لان الابعاد دي اول حاجة لازم تكون عارفها تقيس الابعاد تبقى انت عارف عايز تحط فين الليبل بالضبط ابعاد الليبل دوت حيكون عامل ازاي وعلى هذا الاساس بتروح تختار الكستان سايز اللي انت هتفتغل عليه على كنفا الناس اللي ما عندهاش خلفية قوي او لسه ما فيش تصور للبرودكت بتاحها يعني الباطل لسه ما عملتوش الريدي هي لسه عادة تاخد فكرة او تبص على الموضوع ده اذا ممكن تروح لأونلاين ليبلز دوت كوم احطي لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو علشان تبص بص على هذا الموقع اللي ممكن يديك انسبايريشن او بعض الافكار الحلوة اللي انت ممكن تجي لك فكرة الباطل بتاعك من خلالها او البرتمان او الحاجة اللي انت عايز تطبع عليها باللغة العربية عشان ما حدش يزعلمني النهاردة بقى حتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل على كنفا وحنحاول كمان نستفيد من ادوات الزكاة الاصطناعي في تحسين جودة الليبل اللي احنا هنعمله الموضوع ان شاء الله حيكون سهل وبسيط ياريت تبتدي معايا خطوة بخطوة وتمسك ورقة وقلم كده وتكتب النوتس والملاحظات اللي بقولها اثناء عملية التصميم على كنفا يلا بينا نروح على كنفا ونشوف هنعمل ايه يلا بينا وارجعنا لكم مرة تانية على برنامج كنفا علشان نشوف ازاي حنصمم الليبل بتاعنا اللي حنحطه على المنتج زي ما قلت لك اول حاجة بتروح تجيب الاياس بتاعك والاياس ده ممكن يكون الوحدات بتاعته مختلفة وحنشوف ازاي نغير الوحدة دلوقتي هم حاجة حرجع افكرك ان في موقع اسمه onlinelabels.com حطولك في الرابط الموجود في الوصفة اسفل فيديو تاخد منه شوية افكار لو انت لسه مش عارف شكل المنتج بتاعه حيكون عامل ازاي حبتدي اروح على custom size عشان create new هفترض ان اليونت بتاعي اللي انا بستخدمه هو السنتيمتر واخد بالك جدا من الوحدات لان الديفولت اول ما بتفتح في الغرب بتكون على البي اكس او الباكسل فاخد بالك هي حتكون اليونت انش ولا باكسل ولا مليميتر ولا سنتيمتر انا هنا هخليه سنتيمتر وهخلي الوث بتاعي اربعة سنتي والهايت ستة سنتي زي ما انتوا شايفين كده وبعدين هبتدي اقول create طبعا دول بيتغيروا على حسب المنتج بتاعك والليبل ابعاده اللي بتتناسب مع هذا المنتج هبتدي اقوله create new design عشان انتقل لتصميم اللي حصممه من الاول خالص اهم حاجة اهم حاجة لما تكون بتصمم لازم تروح تفعل حالكتين مهمين جدا يكونوا موجودين عندك في الديزاين ايه الحالكتين اللي لازم يكونوا متفعلين وموجودين اولا هنروح هنا للفايل ومن الفايل هنروح لsetting ومن الsetting هنلاقي في حالكتين في حاجة اسمها show margins وفي حاجة اسمها show print bleed ولازم اللي اتنين دول يكون معمولة عليهم علامة الصح هروح تاني الفايل والsetting واعلم كمان على show print bleed يبقى المارجنز والprint bleed لازم يكونوا متفعلين وانا بصمم الليبل حاجة مهمة جدا ان انت لازم يكون عندك 3 مناطق المنطقة دي اللي هي bleed area دي المنطقة اللي بيتم قص الليبل بعد ما يطبع وبالتالي لازم يكون في منطقة حماية علشان ما تبتديش ان انت تاخد من التصميم نفسه فده bleed area زي ما احنا شايفين او print bleed لازم يكونوا موجودين والمارجن بيدي شكل حلو للتصميم وده الحواف الخاصة بيه التصميم لكن لما انت حتيجي تحط العناصر الاساسية واللوجو والتيكست حيكونوا موجودين في الجزء ده اللي هو safety area الحتة الموجودة دي بيسموها safety area دي اللي بنشتغل فيها بالنسبة لالوان background بالنسبة للصور اللي حنحطها في الخلفية هتطلع بره عادي جدا علشان لما نيجي نقص بعد كده ونعمل trim بعد ما يتطبع ما يبقاش في حواف بيضة يعني اتمنى تكون الحتة دي يعني انت فهمتها او قدرت ان انت تتخيلها هنشوف مع بعض دلوقتي وحنا بنصمم واعتقد ان انت حتتخيلها دلوقتي اكتر لما نخش في عملية التصميم اول حاجة هبتدي احط الوان ال background نفترض ان انا عايزة لونين في ال background هبتدي اروح لل elements ومن elements مثلا هنحطار في ال shapes هروح لل shapes هنا المربع بالمنظر ده كده وابتدي ان انا اتحكم نفترض ان انا هنا عايزة النص يبقى لون وال background الباقي يبقى لون تاني فممكن ان انا اسيب الجزء ده كفاية قوي لحد هنا مثلا طبعا دي حاجة راجعي لك ده تصميم فانت يعني انت اكيد ممكن تكون احسن مني كمان موضوع التصميم زي ما قلتلكم انا ما عنديش المهارة الرهيبة في التصميم عشان كده انا بستخدم canva هنا مثلا ساي احنا حنعمل براند عسل حسميه maru honey اي حاجة بقى يعني اي تخيل وبعتزل لو كان الاسم موجود منه تاني انا ده حاجة للشرح يعني فبعتزل لو كان حد عنده البراند ده انا مش بعمل تقليد ولا حاجة انا بقوليك ازاي التصميم هنا مثلا انا حبتدي اخلي اللون ده اللون اه روح هنا ممكن او اختار من هنا اخلي اللون ده مثلا ساي ممكن اغمق شوية ممكن اروح عندي هكسي كود معين فممكن انا اروح هنا على البلاس وابتدي احط الهكسي كود بتاعي اوكي دي حاجة زي ما قلتلك راجعيلك وبعدين هبتدي اروح في الالمنس ادور على حاجة لها علاقة بالعسل انا كنت اخترت بصراحة يعني كنت جربت من قبل قبل ما اطلع اشرح لكم وكنت اخترت من العناصر طبعا انت بتروح للالمنس وفي الالمنس بتكتب مثلا بي فبيديك ايه النحلة زي ما انت شايف كده اوكي بما ان انا ده براند عسل سي مسلا انا هخلي النحلة تبقى هنا شوية في الشكل ده خد بالك خليها ما تطلعش يعني يا ريت يعني لو دي مسلا سي اللوجو بتاعك نفترض ما تخلوش يطلع بره الجوز اللي هو السيفتي ايريا دي حاولناها تخليها في السيفتي ايريا زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده نفترض ان ده الشيب العبارة عن اللوجو مش شرط يكون العنصر دوت هو اللوجو حط اللي انت عايزه بعد كده انا هبتدي اعمل ايه ممكن انا ابتدي احط التكست بتاعي اللي هو فهروح للتكست وحبتدي اخد التايتل ده وابتدي اخليه صغير شوية ممكن اخليه مارو هاني اي حاجة وحبتدي هنا اروح للإفكت والإفكت ممكن اختار الكيرف بالمنظر ده كده اعمل كيرف واخلي الكيرف ده يعني اتحكم فيه الكيرف بتاعي بالمنظر ده كده اصغره شوية وحيبقى بالشكل ده كده وبرضو هنا ممكن اصغر شوية عشان انا مش عايزي اطلع بره السيفتي اريا بتاعتي دي السيفتي اريا اول حدود عندي السيفتي اريا لازم اللوجو والتكست والحاجات والعناصر المهمة تكون موجودة في السيفتي اريا زي ما انتم شايفين وده المارجن وده البرينت بليد اللي انا هبتدي اقص كده براختي مش هبقى الان من اي حاجة مفيش هنا هيبقى فيه حواف بيضة لانه واخد من نفس لو فيه جزء كده فلت مني اثناء الاقص هيبقى برده واخد من الباكجراوند زي ما احنا شايفين اروح اغير بس شوية يعني الفونت اخليه فونت كده ما يبقاش تقليدي وبيزيك اغير الفونت شوية اخليه شكله مختلف اخليه حاجة زي كده مثلا وحبتدي هنا هخلي هنا اللون من الوان النحلة نفسها اللون ده حلو قوي طب اجيبي اللون ده ازاي هبتدي اوف هنا هدوس على الباكجراوند وابتدي ادوس على اكس الكلورويل هنا وابتدي اخد بيك اكلر انا عايزة ااخد كالر احطه انا دايسة على الباكجراوند في الاول خالص وابتدي اختار اللون ده عطاني اللون ده طب اللون ده مش عجبني انا عايزة اللون ده اللون الغامق شوية اللي هو جوه ده هبتدي ارجع تانية اعوف هنا هدوس على العلامة بتاعت البيكراوند كالر واروح ليه الكلورويل وابتدي اخد البيك اكلر وأبتدي أتأكد أن أنا أهوقفة أعطاني اللون الغامق شوية اللون ده أحلى شوية أوكي ده هنا اختيار الألوان هبتدي مثلا هنا أكتب السلوجن بتاعي إيه هو السلوجن بتاعي الشعار وأبتدي أكتب بقى مكون من إيه عايز تحط اللي أنت عايزه عايز تعمل ليبل تاني تحط فيه الانجريديينس أو المكونات اعمل الكلام ده وكده عسل يعني فأعتقد أن أنت ممكن بس تحط إيه سلوجن هنا أنا كنت روحت الشاج بتي جبت سلوجن اسمه نقاء الدهب في كل قطرة فممكن أنا أروح هنا وقل له مثلا هنا بالعربي نقاء الدهب في كل قطرة وناخد بالنا إن إحنا عايزين يكون بالعربي فهروح للتاكست هنا وهبتدي أكتب Arabic عشان أجيب كل الخطوط عشان أجيب كل الخطوط العربية هديني كل الخطوط العربية اختار كده خط يكون مختلف شوية وشكله برضو مش بيزك كده يكون لطيف ده جميل ده ده حلو ممكن نستخدم حاجة زي كده نقاء الدهب في كل قطرة ممكن نروح أعمل عليه إفكت لو أنت حابب تعمل عليه إفكت كده بالأبيض شكله لذيذ طيب تعالوا بقى نشوف حاجة تانية من الحاجات الحلوة قويل اللي ممكن تتحطي على اللي بول تبقى حلوة اللي هو الباترن ونستفيد من الأبليكيشنز الموجودة جوه أنا حبتدي أروح للأبس وأبتدي أدور في الأبليكيشنز اللي بتعملي باترن عشان أحطه في البيكجراوند هكتب باترن وحروح للباترن ميكر هو أفضلهم والباترن ميكر ممكن أرفع صورة وقاله عمل لي بيها الباترن أو أن أنا أخذ النحلة نفسها أعمل منها باترن أنا عملت سليكت على النحلة وحبتدي أقول له Create Pattern وهنا ممكن تقلل عدد الروز وممكن تزود عدد الروز دي ما أنت عايز والكولوم تقلل عدد الكولوم أنا هزودها عشان أنا عايزها تاخد الBackground الجزء اللي فوق وأبتدي أقول له Add to Design وبص بقى لما يقول Add to Design حيجي فوق النحلة فأنت حاول أن أنت في Layer تقف كده وتغير تخليه Backward تبقى في الخلفية لو Back حيبتدي أنه يبقى وراء خالص لا خليه Backward وده الفرق ما بين Back وBackward كده زي ما احنا شايفين هتقولولي يعني النحلة نفسها لو هي اللوجو هتبقى مش باينة قوي عشان الباترن كده يعني قوي ممكن أروح عند Transparency وأقل الخالص الخلفية أخليها بالمنظر تقوى أخليه ممكن أخليه أخد كل ده وممكن أخليه بس الحد الحد دي لو أنا حكتب حاجات مهمة تحت هنا يفضل إن أنا ما أخدش الباترن الحد تحت لو أنا حكتب حاجات مهمة يفضل طبعا دي حاجة راجعي لك عايز تخليه الحد تحت دي حاجة أيضا راجعي لك تعالوا نظهر أكتر العنصر ده هبتدي أروح لEdit ومن Edit واللي بعتبره كنز موجود هبتدي أروح للفلتر لو أنا عايزة أغير اللون شوية أخليه ظاهر شوية وأروح للشادو أبتدي أخليه أوتلاين والأفضل أخليه جلو يبقى كده إبارز كده أوكي وممكن تتحكم إن الشادو بتاعه أقلله بس شوية كده والبلر برضو نفس الموضوع أقللها شوية والأجمل بقى كمان إن أنا أظهره أكتر وزود الدقة بتاعته إن أنا أروح للإمج أبسكيلر ومن الإمج أبسكيلر أبتدي أزود وحسن جودة هذا الألمنت العنصر أو اللوجو لو أنت رفعت اللوجو بتاعك أرفع اللوجو بتاعك طبعا أنا بديك حاجات رمزية يعني للاستخدام وحبتدي إن أنا أزود الألمنت العنصر لي مثلا 4X بعد كده هدوس على 4X وأعمل أبسكيل جودة الصورة أو العنصر ده هتتحسن هنشوف دلوقتي النتيجة مع بعض تم تحسين جودة العنصر حبتدي أدوس على ريبليس حيبتدي إن هو يستبدل العنصر ده بالعنصر المحسن ياريت يعني تلاحظوا أن أنا بحاول والله أتكلم بالعربي على قد ما بقدر ولما بقول كلمة بالإنجليش بحاول أقول المراضب بتاعها بالعربي فأتمنى إن الناس تكون كده يعني إيه مبسوطة أكتر زي ما إحنا شايفين هو عمل ريبليس أو تم استبدال العنصر بالعنصر المحسن زي ما إنتم شايفين طب خلص خلصنا وصممنا وظبطنا كل حاجة ببتدي أروح لشير ومن شير ببتدي أروح أدوس على داونلود وهنا في الفايل تايب هختار إيه للتباع هختار بيدي أف برينت لإنه بيست فور برينتينج الأفضل عملية التباع وهبتدي أعمل علامة صحة على كروب ماركس أند بليد من المهم جدا ماركس أند بليد وهنا عندك فيه بالنسبة لي الارجي بي للبيست فور ديجيتال والبروفيشنال برينتج المفروض السي أم واي كي تختار ده ليه عملية التباعة لكن ده في البرو بلان حبيت برضو أن أقولك عليه علشان تكون عارفه ولكن انت ممكن تختار داونلود وتبتدي أن انت زي ما قلت لك تختار بيدي أف برينت ومتنساش تعلم على كروب ماركس أند بليد ولو رحت كده على علامة الاستفهام بيقولك إن لو أنت عملت صحة على كروب ماركس أند بليد التريمينج عملية القص بتاعت ديزاين أفتر برينتينج يفضل لها أن أنت دايما تعمل علامة صحة عن هذه الجزئية بعد كده حبتدي أعمل داونلود وتبتدي أنك أنت تطبع ده بالنسبة لعمل ليبل باستخدام كنفا وكمان استغلينا بعض أدوات الزكاء الاصطناعي دمانة تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة ورديت على سؤال أحد متابعين القناة أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وإذن بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته